ده بالتأكيد وانا يعني انا عايزة استعيد مباراة الاهل والوداد في الدورنس في ناية البطولة قبل الماضية بطولة القضية لان وقتها كان بيتسو مسماني رايح ليواجه فريق الوداد وكان نتائجه غير موفقة لما كان مدير فن السندونز امام فريق الوداد ولكن لما راح مع النادي الاهلي انا شفت ان هو لعب مباراة تكتيكية عالية جدا فكرة الضغط اللي عمله افشى من بداية المباراة وتسجيل هدف بفكرة السنتر باكس الفريق الوداد وعدم قدرتهم على البلد اوب بشكل جيد ولو ضغطت على مدافع معين تقدر تستخلص الكرة وكمان فكرة اللعب بياسر ابراهيم لاستخلاص كل الكرات الطولية اللي كانت بتتلاعب على اسماعيل حداد يعني هو بيقدر يقرأ المباراة بشكل جيد يمكن الفريق هيكون فريق الرجاء معه جمهيره ولكن قادرين بإذن الله على اننا نعبر هذه المواجهة التوفيق مهم جدا جدا يعني الناس قال الله سبحانه وتعالى من بكرة يكون التوفيق معنا ويكون كمان يعني السيناريو الأحسن اللي يحصل عشان حتى اللعيبة والجمهور تبقى في ايه فما بقاش فيه شد العصب الآخر دي او ده مهم جدا 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 هو كابتن سيد يعني كانت تصرحه بعد مباراة قالك اللي خايف ما جيش صحيحين نلعب مباراة 90 دقيقة من نار فاللي خايف يا جماعة تزر واحنا طبعا ده حصل قبل كده في ماتش التراجي لما حصل بعد الشغب الجمهير البطولة المضايا دور قبل النهائي ولكن لعبة الناس لأهلي قاله هنكمل مباراة يمكن رحالة مباراة ساعة ولكن لعبة الناس لأهلي نزلت وقدرت تفوز بها في محمد شريف احنا بنراهن على ثقة اللاعبين في أنفسهم وقدراتهم الفنية والتوفيق ان شاء الله يكون حالفنا على الجانب الآخر معنا طبعا الكابتن رشيد توسي رشيد توسي هو ممكن فيه نقطة تكون سلبية مع الكابتن رشيد توسي هي ايه كابتن هيسم انه هو غاب عن فترة التدريب سنتين ونص هو كان بيدرى فريق الرجاء قبل كده حق بطلات مع الجيش الملك المغربي وغاب عن فترة التدريب لأنه انتهى لأكاديمية اتحاد القرى المغربي والأكاديميات شغلية غير الفرق الفنية والتنفسية فنقدر بالزبط فنقدر نلعب بالقصة دي ولكن خلونا نروح لمؤتمر المدير الفني لفريق الرجاء رشيد توسي عشان نرجع نعقب لأن عندنا لسه كلام وعندنا كمان فقرة تحليلية كاملة هتعرف كل شي عن فريق الرجاء البيضاء والمغربي نقاط الضعف ونقاط القوة ازاي تتغلب عليه وبإذن الله يكون في الفقرة دي معنا طبعا شريف سالم ومحمد جمال محللي أداء قناة النادي الأهلي